الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وموله السلام عليكم إذن مرحبا بك في درس حصري آخر من سلسلة دروس تعلم صيانة واحتراف الويندوز في هذا الدرس الحصري على مشروع إن شاء الله سوف نرى كيف يمكنكم أن تقوم بعمل ما يعرف بالويند بي ولمن لا يعرف الويند بي فأقول بأن الويند بي هي اختصار للويندوز بريانستوليشن انفيرومنت وهو نظام تشغيل مصغر بخدمات محدودة مبني على نظام التشغيل ويندوز فيستا يمكنك استخدامه في إصلاح أي ويندوز وبالتالي إصلاح مشاكل الحاسوب خصوصا عندما لا تستطيع الدخول إلى الويندوز بسبب مثلا بعد الفيروسات أو البرمجية الخبيثة أو بسبب مشاكل في نظام التشغيل نفسه فمن خلال هذا النظام يمكنك إصلاح الويندوز كما قلت يمكنك تصفح الانترنت يمكنك استعادة ملفات معينة قبل أن تقوم بعمل فورمات لذلك النظام ومجموعة من الأمور الأخرى إذن فهذا درس مهم جدا 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 لكل مستخدمي الويندوز أولا كل ما عليك فعله هو تحميل هذا البرنامج بالضغط على فريدا ولود هنا رابط التحميل كالعادة تجده أسفل الفيديو وكما قلت هذا النظام يمكنك استخدامه لإصلاح أي ويندوز سواء XP Vista 7, 8, 8.1 حتى الويندوز 10 حاليا وأي نظام من الويندوز لكن لتشغيل البرنامج والحصول على الملف ينبغي تشغيله على الويندوز 7 أو الويندوز 8 أو الويندوز سيرفر R2 أو الويندوز سيرفر 2012 إذا لم تكن تشغيل على الويندوز 7 أو 8 أو النسخ الأخرى التي ذكرت فيمكنك استخدام الشرح الذي سوف نراه إن شاء الله بعد قليل على حاسوب صديق مثلا لديه ويندوز 7 أو ويندوز 8 أو يمكنك تطبيق الشرح في سيبر أو مقهى أنترنت وبعد ذلك يمكنك أن تستخدم هذا النظام لإصلاح أي ويندوز تقابله إذن ننتقل مباشرة إلى شرح استخدام هذا النظام كما تشاهد معي انتقلت أنا الآن إلى ويندوز 7 لشرح من خلاله هذا هو البرنامج بعد تحميله وهذه هي الأيقونة التي تحصل عليها بعد تتبيته بطريقة عادية إذن نقوم بفتح البرنامج إذن بعد ذلك مباشرة نضغط على Next ثم Next أو Swift كما تشاهد معي هنا في الفايل تجد بعض البرامج التي يمكنك إضافتها إلى النظام تختار أي برنامج تريد مثلا أدات Everything للبحث عن الملفات AirFarmView Notepad Plus Sumatra PDF Recover كلها برامج معروفة وغنية عن تعريف لكن أنصحك بعدم إضافة الكثير من البرامج حتى لا تؤخر وقت تشغيل النظام لأنه كلما كان عدد برامج كثيرا كلما تأخر وقت دخول إليه هنا في النتورك تجد برامج وملفات الشبكة وهنا في السيستم تجد ملفات وبرامج النظام والجميل في الأمر هو أنه يمكنك أيضا إضافة مجلدات أو ملفات أو برامج بالضغط هنا على Add File ثم لإضافة مجلد يحتوي على العديد من الملفات مثلا يمكنك الضغط هنا على Add Folder أما لإضافة ملف أو برنامج معين فإضغط على Add File هنا أنا هذا الجهاز عندي لا أستخدمه كثيرا لذلك لا يوجد عليه كثير من البرامج سوف أقوم مثلا بإضافة برنامج Eagle Get برنامج تحميل غني عن التعريف إذن هذا هو البرنامج ضغطة عين كما تشاهد تم إضافة Setup هنا الخاص بالبرنامج هذا هو برنامج Eagle Get أنصحك أنا بإضافة برامج الحماية وبرامج إصلاح وإستعادة الملفات عموما البرامج التي تساعدك في إصلاح المشاكل من شكل الويندوز أو الحاسوب ككل إذن بعد ذلك فقط نضغط على OK بعد أن تقوم بإضافة ما تريد يمكنك أيضا إضافة تعريفات من جهازك بالضغط على Add Drivers ثم تضغط على Add File ثم بطبعة الحال تختار التعريف من جهازك في حال ما إذا اختص ذلك ثم تضغط على OK لياتم إضافته أيضا إذن بعد ذلك فقط نضغط نحن على Next نترك كل شيء على ما هو عليه كما تشاهد معي هنا عندنا ثلاث خيارات إذا كنت تريد حلقة على CD تختار الخيار الأول وتقوم بإدخال CD أو DVD فارغ إذا كنت تريد حلقة على USB تقوم بإدخال USB ثم تختار الخيار الثاني لكن في حالتنا سوف نحصل على ملف ISO وهذا مفيد طبعة الحال في حال ما إذا كنت ترغب في استخدامه بعد ذلك إذن نضغط على Browse بعد اختيار Export ISO File ثم تختار مكان نسخة ISO هذا هو اسم الملف كما تشاهد MP ثم Image ISO بطبعة الحال نضغط على Save ثم نضغط على Next يتم الآن في إعداد النظام كما تشاهد Prepare to create Windows P Image بطبعة الحال كما شاهدنا يمكنك حرقه مباشرة على CD أو DVD أو USB لكن أنا قمت باختيار الحصول على ملف ISO من النظام حتى يمكنك بعد ذلك استخدامه على أكثر من جهاز أو في حال ما إذا كنت تترب في عدم حرقه الآن واستخدامه الآن لكن إذا أحببت الإقلاع إليه واستخدامه مباشرة فيجب حرقه على USB أو DVD أو CD فارغ بطبيعة الحال إذن كما تشاهد معي انتهت الآن العملية بنجاح وهنا كما تشاهد مثلا هذا هو البرنامج الذي أضفناه إدلغيت أيضا تم إضافته إلى باقي برانج النظام من ضغط بعد ذلك على Finish للانتهاء وهذا هو ملف ISO كما تشاهد معي حصلنا عليه بالفعل إذن الآن سوف نقوم بالإقلاع إلى هذا النظام حتى تعرف كيف يبدو شكله وكيف يمكنك استخدامه أنا بطبعة الحال سبق وقمت بحرقه على USB يمكنك كما شاهدنا سابقا حرقه على CD أو DVD أو USB الخيار لك ومن خلال البرنامج نفسه فلسه بحاجة إلى استخدام ضرامج أخر كما تشاهد معي يطلب مني الضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح للدخول إلى USB إذن أضغط على أي مفتاح بطبعة الحال لأن النظام عندي كما قلت هو محروق على USB بدأ الآن استعراض الملفات كما تشاهد معي للدخول إلى هذا النظام هذه العملية قد تطول قليلا لذلك ينبغي عليك أن تصبع قليلا إلى أن يتم الدخول إلى النظام وكما تشاهد معي فبالفعل يتم الآن الدخول إلى النظام وبدأت الآن عملية تثبيت التعريفات اللازمة لتشغيل هذا النظام كما تشاهد معي وهذا هو الويند بي كما تشاهد معي تم الدخول إليه بالفعل وبنجاح كما تشاهد هو نظام تشغيل متكامل هناك العديد من البرامج التي يمكنك استخدامها مثل هذا البرامج المتخصص في تقسيم الأقراص كما تشاهد معنا والعديد من البرامج الأخرى البرامج التي تقوم أنت بإضافتها تجدها هنا في الميتولز في حالة أن الآن فقط أضفت برنامج إقلغيت كما سبق وشاهدنا هذا هو فقط يوجد لوحده لكن إذا أضفت برامج أخرى ستجدها هنا في الميتولز أيضا عندك الكونترول بانل هنا كما تشاهد معي كما تشاهد لوحة التحكم الخاصة بالويندوز عندنا أيضا My Computer حيث تجد أقسام القرص الصلب الخاصة بجهازك كما تشاهد ومجموعة من الخصائص الأخرى أترك لك اكتشافها يمكنك أيضا أن تتصفح الأنترنت من خلال هذا النظام نفسه في حال ما إذا كنت ترغب في تحميل برنامج معين برنامج حماية أو شيء ناد القبيل لإجراء الفحص من خلاله أذهب في حالتي أنا الآن إلى موقع مشروح على سبيل المثال حتى نتأكد فقط إذا كنت تشاهد معي فيتم أيضا الدخول إلى أي موقع كان سواء المشروح أو غيره في طبيعة الحال وبهذا فيمكنك أيضا استخدام الأنترنت من خلال هذا النظام كان هذا كل شيء في هذه الحلقة المفيدة والمهمة جدا أتمنى أن تكون قد استفتت منها لا تنسى الضغط على زي اللايك ومشاركة الحلقة وإن كانت هذه هي مرتك الأولى مع حلقات موقع مشروح والقناة الأولى بالضبط فأنصحك بالاشتراك حتى تتوصل بجديد الحلقات القادمة إن شاء الله وأيضا الاشتراك في القناة الثانية فبعد قليل إن شاء الله سوف تنزيل أيضا حلقة على تلك القناة حلقة مهمة أيضا سنرى من خلال حل أحد المشاكل ثم أيضا لا تنسى الانضمام إلى متابعي ومحبي موقع مشروح على الفيسبوك وبطبيعة ألحظ زيارة الموقع للبقاء على الطلاع بجديد الحلقات والمقالات وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله بعد قليل في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته